السلام عليكم مسلسل المؤسس عثمان مسلسل المؤسس عثمان بالنسبة لي كده هو مسلسل ممتع لأبعد الحدود يعني على الرغم من كمية الانتقادات الموجودة والفنيات اللي الواحد ببقى عايز يطلع ينتقدها إلا إنه هو يعتبر من المسلسلات اللي أنا ببقى قاعد مستمتع بكل لحظة فيها معرفش ليه أجواءه رائعة الأداء التمثيلي رائع الممثلين كلهم أداءهم تمثيليا رائعا الموسيقى التصويرية رائعة ببقى أنا قاعد كده على الرغم اللي أنا شايفه قدامي يعني مادة خام كده للنقض وإن أنا عايزة أنتقده إلا إن أنا قاعد مستمتع بكل ما فيه ويعني ببقى قاعد كده إيه متكيف فأنا بتفرج على الحلقة من الحاجات اللي موجودة قدامي خلونا نبدأ مع بعض بمميزات الموسم السادس قبل ما نبدأ نتكلم على الأحداث بداية كده من أول حلقة واضح إن فيه تطور كبير جدا في الإنتاج فواضح إنه بدأ يصرف نوعا ما بصداك شوية على الإنتاج فالتطور الكبير جدا اللي موجود معنا عن طريق البصر يعني البصريا كده تطور ممتاز الديكورات ممتازة الملابس نوعا ما فيها تطورات الألوان بتاعت المسلسل رائعة الإخراق تطور وبشكل كبير زي ما قلنا صار فيه شوية عن الموضوع عن الموسم اللي فاتت وبدأ معنا أول حلقة من الموسم السادس يعني على الرغم من إن فيه بعض الانتقاطات الكتيرة اللي نتكلم عنها ولكن خلونا كده نبدأ الأول مع بعض يعني التقديمة الكويسة اللي هما قدموها لنا وتقديمة الشخصيات فهو فرش لك الشخصيات وبشكل كبير الشخصيات الجديدة والحلقة كانت عبارة آه بداية الفتح قلعة يعني ولكنه كان يعني فرش حلو جدا وتمهيد للشخصيات وتعريف بالشخصيات القوية الجديدة للمنضمه معنا فمبدأيا كده عندنا تلت أسياد جداد موجودين معنا ظهروا في الحلقات السيد اللي هو في الأخير خلاص اسمته يعني عن بالي اللي مسكه قلعة ميكيجا واني ده كان واضح جدا انه هو مع السيد عثمان من البداية وانه هو مساني ديه بشكل كبير وده خلاص واتمنى ما يكونش جاسوس ما انه هو يفضل على ما هو كده وتمام بينضمنا كمان قابلتين والسياد للقبائل دول وقابلتين قويين جدا والمفروض انه هم هيبقوا معنا في الأحداث اللي جاية ويمثله خط رامي كبير جدا من الأحداث اللي جاية وهو بيهام به وبيجوم هاته بيهام به اللي ابنه ساروجة ومراته هزال واللي مراته واضح عليها منها يعني حربوقة كده زي ما بقولوا عندنا في مصر الست يعني ناوية منها تخش على تقيل وتبدأ توقع عدمانيا في بعضها وبشكل كبير وساروجة ابنه اللي من الواضح انه شخصية يعني شجاعة وقوية وفاهم ابوه على ايه فأبو السيد بيهام به ما يهم مش حاجة في الدنيا غير الفلوس فقط لغير اللي هيجيب له ده باقتر هو هيمشي معاه اللي هيجيب له غانيمة اكتر هو اللي هيبايعه وده ساروجة اعرف كده ساروجة من الواضح انه هو واخد يعني الجهات في سبيل الله طريقه وهيبقى شخصية قوية جدا من جنود عثمان به ففي نزاع كبير ما بين قبيلة بيهام به وقبيلة بيجون هاتون في الأرمالة اللي زوجة توفى اللي كان زعيم القبيلة واللي هي مسكت القبيلة بتاعته واللي من الواضح انه في علاقة حب كبيرة من طرف واحد نحية عثمان به وهو انقذها هم شباب ومن المغول ودهها خنجر وده اكيد حاجات هتاخدنا لخط درامي تاني في الاحداث في الحلقات اللي جاية اللي هي اخ اسم يوسف واللي بدأ الصراع المرة دي خلصنا موضوع علاء الدين وكنجة لموضوع فاطمة بنت عثمان اللي بيتنازع عليها حتى الان القبيلتين دول واللي اكيد هيتجوزها واحد تالت خلص اصلا يعني قبيلة بيهان عايزينها لابنهم ساروجة وقبيلة بيجوم عايزها لاخوها يوسف واللي اتنين هيبدأ الصراع على فاطمة فاطمة اللي هرشت نوعا ما بيجوم ومضيقاها بنتتكلم على ابوها بيت غير بقى على ابوها وبشكل كبير جدا وفي حاجة ما بينهم هما الاتنين ففرشك ويسة جدا للأسياد اللي دخلت معنا ونيجي بقى لنقطة الضعف في المسلسل ونقطة الانتقاد الكبيرة جدا في المسلسل حتى الان وهو السيد قراسي بيه حاكم البحار اللي معه قاينو ماز خلص من يعقوب بيه قاينو ماز راح لا بس لسه لحد دوقتي ما قالش ان هو اسمه قاينو ماز ممكن يكونوا مدخينوا بشخصات تانية بس هتبقى حاجة رخمة أو يعني قراسي بيه للمواسم اللي فاتت كلها زي ما اتكلمنا مع بعض كان مجرد تابع كان مجرد تابع للأقوى ليعقوب بيه طب يعليه القوي بيروح معا من الاخر يعني وكان تابع في اخر حاجة للسيد للسيد عثمان والراجل راح له وكان دفع عنه وانقذه مية مية وقابلت كلها تحت امر فجأة بيجي لك فخامة السيد قراسي بيه وتغيير الممثل وممثل تاني يعتبر انا من الممثلين يقال نعم ممثلين صف الاول للقدام مش واخد بالي منه بصراحة يعني ما دورتش على اي حاجة لي ولكن ايا كان احنا دلوقتي في حطة قصة المسلسل انت الراجل داته لعمره تابع فجأة الفخامة جات له فجأة بقى فخم تمام ومية مية وبينفس عثمان على الدولة كل واحد فيهم عايز بقى هو الدولة ده بقى هنا مادة الانتقاط بالنسبة بيجينا كمان شخصية الوزير عمر وزير الخليفة حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بتختفي في الوقت ده الاعداء كلهم بيعملوا الف حساب يعني انت رو جيت سألت لوكاس فائد لوكاس اللي معنا اللي احنا هنتكلم عنه ودلوقتي الاعداء الامبراطور كلهم هيعملوا الف حساب لعثمان انهم عارفين عثمان كويس والباقي كله ولا في الهواء بالنسبة لهم دول اسياد طمعين يعني هم على السلطة عن يوم على المال وخلاص واشتع يعني حتى في الاعلان لوكاس قالها هندي الامانات المقدسة لمين البيه الطماع اللي هو قراسي عشان عارف ان هو هيدخل في سرها مع عثمان هيعطى لعثمان لان عثمان هو هدف كله الفتحات ثاني لأ ثاني شايف السيادة وخلاص يعني فنا مش فاهم ازاي وزير الخليفة وزاي خليفة المسلمين شايفين ان عثمان اصغر البيه وملوش اي قيمة في حين ان قراسي به وبقى ينظر به اه دول اسماء قديمة واسماء كبيرة جدا وقبائل وامارات قديمة الا ان في الوقت ده عثمان كان مسيطر فيمكن عشان عشان عمل السن فشايف تمن السر ده على قراسي فانشوف ان الصراعات تاعت الموسم موجود معنا لمين قراسي وعثمان على الجانب الداخلي لانا يعني شايفه معاتش ليه اي لازمة ان انت تحط لي جوانب صراعات داخلية بين سيدين وامارتين كبار خلاص وخصوصا ان هو بدأ يعلن ان هو دولة خلاص بقى يعني ترفلي بالدولة وخلاص سيبك من النزاعات دي النزاعات دي كانت موجودة ولكنها ما تكونش محور الاحداث ومحور القصة خليها لي عادي موجودة في القصة بس مش محور القصة ده اللي انا بتكلم القائد لوكاس اللي دخلنا دخل ان هو الراجل بيهتم بالعبيد وان هو عنده اهم حاجة العدالة وعنده الحروب بس في الميدان بين العساكر ومش الابرياء ولكن بتبنى وهي فهو عمل كده عشان خاطر بس صيته يتسمع المين لهوليفيرا هوليفيرا اللي عارفة القائد وعارفة العثمانيين اكتر من اي حد خالص وعارفاهم فهو عايز يعني يلعب على قلبه هوليفيرا اللي يعني بكل الطرق بتتجمع مفروضة تتجمع مع مين مع ارهان ارهان اللي بيفقد ابنه من قلتشم واللي قلتشم ما بين هوليفيرا بشكل كبير جدا ومفروض ان الاحداث اللي جاية ما هيبدأوا يتجوزوا بقى واللي هوليفيرا حبسة نفسها في الدير لكن الشيك انها تكون اسلامة وانها تكون حتى الان بتعمل لصالح عثمان لان شفنا لما حطلها الخمر وقدت حطلها الخمر بسط كده على الكاس وما شيربتش منه فمن الممكن تكون انها اسلامة او في بداية مراحل الاسلام لانه المفروض هي تكون اسلامة اصلا سيدة الدولة هي الاساس يعني عموما عجبني برضو ان هما بدأوا يبرزوا دور ارهان وبشكل كبير ان هو بدأ هو اللي يتكلم عنها بالنسبة لعلاق الدين وكونجا المشهد اللي في الاعلان طبعا ده كلها تخيلات من كونجا اللي بقى مهووسة بشكل كبير من بعد موت طفل وانه بيتكلموا عن الموضوع ان هو مشهد مرعب فان الواضح ان في حصلت حاجة مهمة وحاجة عنا عرفها في الاحداث القادمة سيد القلعة اللي بيستخدم ارهان اللي بيستخدم علاء الدين كدرع واللي نشوف ان هو عثمان في نهاية الحلقة بيضربهم بالمجانيك وتمام وبنشوف برضو في الاعلان ان هو هيتم الفتح هيتم الفتح ويتم انقاذ المفروض علاء الدين وهتبدأ معنا قصة الصراع بين قراسي بين وما بين عثمان وما بين كل حاجة عشان خاطر الامانات المقدسة اللي انا مش حاول الخط الدرامي ده اه عندنا النبي حاجة كبيرة مستلزمات النبي حاجة كبيرة بس مش مقدسة يعني مقدسة بالنسبة لنا اه مش عايزكم تفهموني غلط بس مش حابب انها تكون نادة ده الدراما يعني اه مثلا اه ينبشوا ابرو دي تبقى حاجة كبيرة بس حتى الامانات موضحوش ايه هي ف يعني حاس ان دي تكون حاجة الجانب البيزنطي اكتر لما لان احنا عندنا قدسيتنا للاسلام من قدسيتنا لله عز وجل حاجة مختلفة ف مش حابب انها تستخدم خلاني نشوف هي هيصيقوا الخط الدرامي ده ازاي الاول ونتكلم عنه ونبدأ نشوف لا يعجبنا ولا لا لأ لنهم ما وضحوش وبشكل كبير بس من بداية كده مش حابب ان انا ان ياخدوا الخط الدرامي ده الحاجة التانية اللي هي بالنسبة لي اللغز كبير وهو اللي باي اللي باي ابن الواضح مع بنته اللي في الاعلان بيبقى فيه المفروضة هيبلغه عطمان بيبي من راضح ان هو قائد قوي وشجاع وبشكل كبير جدا سمعت ان هو كان من الجنود المقربين لأرهان بحث عن الموضوع ما رقتوش لحد دلوقتي بس البحث لسه مستمر شايف يبقى دوره ايه بصراحة بس ليه دور كبير موجود معنا في الاحداث وخصوصا للممثل قوي لممثل كبير كده يبقى ليه دور قوي جدا في الاحداث فحتى الان البحث جاري عن حوالين الشخصية تاريخيا كانت ايه بالزبط وفي ناس يقال ان هو زوج فاطمة تاريخيا بس حتى الان لسه برضو ما وصلتش لمعلومة تاريخية في البحث عنه ان شاء الله هبحث مع انه نعرف اللغز بتاع الشخصية ايه اللي اكيد هيبلنها في الحلقات القادمة كاتوتل كده الحلقة بصراحة كانت رائعة تمهيج جدا الموسم الاول اجواءها رائعة جدا جدا الانتقاد الوحيد بس وهو انتقاد موضوع قراسي به غير كده الحلقة كانت ولا ارواح انتظار الانه التاني بازن الله انا نتكلم عنه اول ما هينزل لان المسلسل رائع ويستهل يجب ان تعمل لغاية وشير للحلقة ويجب ان تتأكد ان المشترك في القناة وفعل زر التنبات عشان يوصلك اشعر برحادة جدا وما تنزل وطوله رائعك في الكممنتات واشوفكم في حلالك ده بازن الله